السلام عليكم مرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كاميرا بخير وعلى خير وفي صحات جيدة يا رب العالمين لا تنسوا ناش ديرونا لايك خبطونا بالجام وديرونا الاشتراك ربي أحفظكم باش نديروكم دايما جديد ونفيدوكم إن شاء الله ونسفادو منكم لازم نعاونوا بعضنا بعض المهم اليوم جبت لكم على النفاقة بزاف خاصة المطلقات سألوني على الدوسة يعني الملف اللي وجدوه باش دير نفاقة نقرأ لكم القانون اللي اصدر في هذا الشهر بالأمس فقط في الجريدة الرسمية على النفاقة المبلغ من المادة الأولى تقول يهدف الأحكام نقرأ لكم الأحكام وأمامكم فهمكم المادة الأولى تقول يهدف هذا القانون يتحديد تدابير الخاصة التي تضمن الأطفال المحظونين والنساء المطلقات لحسول على النفاقة المحكوم بها قضاء لصالحهم المادة الثانية يقصد بالمفهوم هذا القانون بالمسترحات الآتية يعني النفاقة النفاقة هي المبلغ المالي المحكوم به قضاء وفقا لأحكام القانون العسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحظونين بعد طلاق الوليدين وكذا النفاقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوة الطلاق وتشمل أيضا النفاقة المحكوم بها للمرأة المطلقة يعني نفاقات للأطفال وللمرأة المطلقة يعني لاثنين هذه النفاقة المستحقات المالية المبلغ الذي تدفعه الدولة للدائن بالنفاقة ويساوي مبلغ النفاقة وفقا للتعريفة المحددة أعلى يعني الدولة رح تدفع لك النفاقة اللي يحكم بها القاضي باش الزوج تاعك يخلصها رح تخلصها لك الدولة الدائن بالنفاقة الطفل أو الأطفال المحظونين محكوم لهم قضاء بالنفاقة الممثلون من قبل المكلف بالحضانة وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفاقة في مفهوم قانون الأسرة نقراركم إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية يعني وجديني باش تحصلي الملف اللي توجديه باش تحصلي على النفاقة المادة الستة تقول يقدم طالب الاستفادة من المستحقات المالية إلى قاضي المختص ورقيا أو إلكترونيا يعني تكتبيه في ورقة ولو تبعتله في إلكترونيا مرفقا بالملف يتضمن ما يلي الملف واش تديري فيه؟ تديري نسخة من الحكم القاضي بالطالق أو نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفاقة إذن لم يتضمن حكم الطالق ذلك يعني نسخة على الطالق وتع الحضانة وتع النفاقة ومحذر عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القاضي المحدد لمبلغ النفاقة يعده محذر قضائي يعني المحذر القضائي واللي وجدلك هذه الورقة بعدم تنفيذ كلي أو جزئي شيك بريدي أو بينكي المستفيد مشتوب عليه إذا اختار هذا الأخير هذه الطريقة للدفاق يعني إذا حبيت تخرصي عن طريق البنك أو عن طريق البارد ديني شيك بنكي أو شيك بريدي كل وثيقة من شأنها تعريف بالدائن والمدين بالنفاقة كان هذا هو الملف اللي توجده الآن نقرأ لكم نكمل لكم يختر القاضي المختص وكل وكيل الجمهورية بطلب قصد تحريك الدعوة العمومية تلقائياً ضد المدين من أجل الجلحة عدم الدفع دفع النفاقة يمكن وكيل الجمهورية إجراء الوساطة وفقاً للأحكام المنصوصة عليها في قانون إجراءات جزائية ينشأ مكتب لدى كل محكمة يسيره آمين ضبط يتولى استلام طلبات الاستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بها وتحييناتها ومتابعتها وفقاً لإجراءات المنصوصة عليها في هذا القانون يعني في كل محكمة راح تلقاه مكتب في آمين ضبط هو ليتولى استلام هذا الطلبات تعطي الدمونت تاعك ولا دوسي تدفعي عند هذا آمين الضبط يعني نحاول نفهمكم بالدرجة لأنه باش يفهموني المطلقات ونسهل لكم الأمور المادة السبعة تقول هي بث القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولا أيام في أجل أقصى هو خمسة أيام يعني خمسة أيام راح يحكم لك القاضي بعد ما تدفعي دوسي تاعك من تاريخ إداع الطلب يجب أن يتضمن الأمر هوية الدائن بالنفقة وعدد الأطفال المحظونين وأسمائهم وسنهم ومبلغ النافقة بالنسبة لكل دائن بالنفقة والمعلومات المتعلقة بالمدين بالنفقة كما يجب أن يحدد الأمر طبيعة النفقة وتاريخ بداية الاستفادة من مستحقات المالية ويبلغ هذا الأمر عن طريق آمانة الضبط إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والآمين العام بالمجلس القضائي في أجل أقصاه يوماً من تاريخ صدوري يعني يبلغوكم في يومين الزوجة والزوجة المطلقين ترفق نسخة من ملف المذكور في المادة 6 يعني المادة اللي قلتها لكم تعلق دوسي وجوباً بالأمر المبلغ إلى الآمين العام بالمجلس القضائي المادة 8 أمر آمين العام بالمجلس القضائي بصرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة المنشأ لهذا الغرض بكل وسيلة لسيامة عن طريق تحويل بنكي أو بريدي في أجل أقصى و25 يوم من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون يعني في مدة 25 يوم راح تستلمي المستحقات المالية تاعك عن طريق تحويل بنكي أو بريدي يستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهرياً إلى حين صدور الأمر يقضي بسقوطها أو تعديلها يعني تخصي كل شهر من عند الدولة حتى يأمر القاضي بسقوطها أو تعديلها يجي قانون واحد أخر المادة 7 قول ليبث القاضي المختص في أي إشكال يعترض الاستفادة من النفقة بموجب أمر ويلائي في أجل أقصى وثلاثة أيام من تاريخ إختاره لا سيما من طرف الآمن العام بالمجلس القضائي أو الدائن أو المدين بالنفقة المادة 10 قول يتعين عن المدين أو الدائن بالنفقة فإختار القاضي المختص بأي تغير من شأنه التأثير في الاستفادة من المستحقات المالية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثه أو العلم به يفصل القاضي المختص في مدى تأثيره عن تغييرات عن تغيير على الاستفادة من المستحقات المالية بأمر ويلائي خلال خمسة أيام من إختاره يبلغ إلى المدين أو الدائن بالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي عن طريق أمانة الضبط في أجل أقصاه يوما من تاريخ صدوري جبت لكم المفيد إن شاء الله للمطلقات وطلقات وأي سؤال حطوه لي في الكومنتيغ وإذا فهمتوني وعطوني خلوناك تعليقات مليحة دعمونا طلعونا الموران الله يحفظكم نحن رأينا نبحثه ونقضى وقت طويل ونحن نبحثه في الجاردة الرسمية وفي المصدر الرسمي وإن شاء الله نجيبوكم غير الصحيح وغير الرسمي وإن شاء الله نجيبوكم غير الخبر اللي يفرحكم وربي فرج على كل مغبون والمطلقات نقولهم الحمد لله التمر ميدا نقصت عليكم إن شاء الله وبالنسبة لكين بزاف لي قالوا لذلك يكثر الطلاق وتكثر العوزوبية نقولوا نحن المطلل للنساء اللي رام في البيت ماذا بيك تتصبر على وليداتك وذا الحق الموسي العظم ما عندك مديري كما يقولوا آخر الدواء الكي وأبغادوا الحالين عند الله هو طلاق نحن ما نتمنوش الطلاق للبناتنا إن شاء الله ربي يحفظكم وتشدوا وليداتكم في داركم وتربوهم على الوالدين ديالهم هذاك هو الأحسن وإذا كان الحل واحد آخر حل لازم ما عندك مديري نقول إن شاء الله ربي يفرج على بلادنا وعلى عبادها ودعمونا ديلونا لايك وديلونا اشتراك ربي يحفظكم نتلاقوا في فيديو آخر وأي سؤال خلونا في التعليقات رح نجاوبوكم إن شاء الله ونفرحوكم ونجيبوكم غير الخبر اللي يساعدكم دمتم في رعاية الله وحفظي جميعا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر